على بعد تسعة أشهر فقط من انتخابات عامة والجدل حول القاعدة الدستورية الضرورية لإجراء الانتخابات وتسيرها في موعدها مستمر ولا حلول واقعية على الأرض ليتوقف الزمن بانتخابات يعجز عن حمل مسؤولية قاعدتها الجميع نحن كإعلام محلي فتحنا ملف انتخابات ديسمبر منذ إعلان موعدها من قبل المبعوثة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز ولم نغلقه وهو الإعلام الغربي المهتم بالشأن الليبي متمثلا بوكالة سبوتنيك الروسية يسأل ويستفسر عن آخر مستجدات الانتخابات الليبية ليرد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح خلال مقابلة معهم بأن المضي في خيار إجراء الاستحقاقين الانتخابيين التشريعي والرئاسي سيتطلب التعديل في الإعلان الصادر عام 2011 في حال عدم الاتفاق على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الصادر عام 2017 مؤكدا أن عدم الاتفاق بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور ونيله الشرعية الشعبية بكلمة نعم يعني ذهاب مختلف الأطراف السياسية إلى عملية إجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية متفق عليها وأوضح السايح خلال المقابلة أن العامل الأمني مهم لتنفيذ استحقاقين انتخابيين بمصداقية ونزاهة معربا عن تطلعات المفوضية للمشاركة في اجتماعات الفريق الأمني الذي أشار إليه المبعوث الأممي يانكوبيتش لوضع أعضاء الفريق في الصورة الحقيقية لمدى تأثير عامل الأمن على مجريات العملية الانتخابية السايح بيّن أن قانون الانتخاب مسؤول عن 70% من تأمين العملية الانتخابية في حين سيسهم عدم الاتفاق قانونيا على ترسيم الدوائر وتوزيع المقاعد والنظام الانتخابي في حدوث أعمال عنف وخرقات للعملية في بعض الدوائر بما يعيق استكمالها بالمجمل وحول ما يتعلق بمراقبة العملية الانتخابية محليا ودوليا أكد رئيس المفوضية على التواصل مع المنظمات المحلية العاملة بمجال مراقبة الانتخابات بشكل أساسي والمنظمات الدولية وعلى رأسها مؤسسة مركز كارتر لمراقبة الانتخابات